اشتركوا في القناة ومركز الدراسات التشريعية في الجامعة خلال الفترة من السابع والعشرين إلى الثامن والعشرين من يوليو الجاري وفي نشرة سابقة أكدت سعادة السيدة لينا قاسم حبيب عضو مجلس الشورى أن هذه الورشة فرصة للاستفادة من تجارب مختلف الدول كشعب برلماني مشاركين في هذا المنتدى لنؤكد أهمية المشاركة في مثل هذه الورش بما أنها فرصة للاستفادة من تجارب وبحوث الخبراء الأكاديميين والبرلمانيين وعضاء السلطات التشريعية من الدول المختلفة اللي مشاركة في هذا المنتدى بحيث احنا نستفيد من تجاربهم ونشاركهم أيضا بتجاربنا التشريعية على صعيد مملكة البحرين وكل هذه بتم من خلال ورش عمل وجلسات نقاشية متخصصة في العمل البرلماني والتشريعي من أبرز هذه المواضع هو موضوع الذكاء الاصطناعي ودوره في عمل السلطات التشريعية وهناك أيضا جلسات نقاشية أخرى بتناقش دور الدبلوماسية البرلمانية في تحقيق التقارب بين الدول إضافة إلى جلسات بتصلة الضوء على التحديات اللي تواجه البرلمانيين في مجال التشريع عامة